حيالكم الله من جديد في خطوة هامة على مستوى البحث العلمي في السعودية والعالم العربي تمكن فريق بحثي من جامعة القصيم من اكتشاف مرض وراثي نادر جدا لم يتم رصده من قبل في أي دولة عربية حيث تم اكتشاف هذا المرض الذي يسمى اعتلال بثلم العضلي في أسرة سعودية وتأكد التشخيص بعد إجراء تحاليل وراثية دقيقة ومقارنة الأعراض بتاريخ الأسرة تعد هذه الدراسة إضافة مهمة إلى مجال الوراثة الطبية في السعودية بل تصلت الضوء على همية رفع الوعي بأمراض الوراثة ودور الفحوصات الجينية في تشخيص هذه الحالات النادرة عن هذا الاكتشاف أتحدث مع ضيف الدكتور هيثم الضاري أستاذ مساعد وخصائي أول الوراثة الطبية في جامعة القصيم هياك الله معنا دكتور هيثم شكرا لقبول الدعوة وحضرك معنا ليشرف طالع الله يحييك أول شي فخورون بجهودكم اللي تعملون عليها وفخورون يمكن بهذا العمل المهم أبأخذ معك يمكن خلينا نقول لمحة عن هذا الاكتشاف كيف بدأ وش مريته فيه وش النتائج اللي وصلت جميل جدا أشكر لك الاستضافة أخوي جمال وأتمنى من الله سبحانه وتعالى أن تكون حلقة خفيفة هو إن شاء الله نافعة بالنسبة للمشاهد الكريم طبعا باختصار الورقة العلمية هذه تمت بحمد الله بالتعاون ما بيني ما بين زميلي الدكتور حمدان أبو البشر الأستاذ المشارك في كلية الطب جامعة القصيم القصة البحث هذا يعني باختصار نحن كفريق بحثي مفتمين في دراسة الأمراض الوراثية تحديدا الأمراض الوراثية النادرة فبدعم من عمادة البحث العلمي في جامعة القصيم يعني كان لدينا مشروع بحثي لدراسة طفرات المنتشرة فيما يسمى في الحثل العضل الدشيني في منطقة القصيم لإجراء البحث هذا قمنا بالبحث عن مرضى تم تشخيصهم بمرضى كان عندنا مجموعة من الخيارات توصلنا مع الأسرة التي تم نشر الورقة العلمية هذه عنها طبعا توصلنا مع الأسرة الكريمة الفاضلة تم دراسة الأعراض أو تاريخ الطفل تبين أنه يوجد أحد الأطفال طفل من أربع لديه أعراض في مشاكل في العضلات ضعف في العضلات صعوبة في الحركة تأخر للطفل في اللعب والسباق مع أصحابه وإلى آخره طبعا الطفل في البداية تم تشخيصه باعتلال أو بالحثل العضل الدشيني لكن لم يتم تأكيد التشخيص هذا وهذه إشكالية الأمراض الوراثية العضلية تحديدا أنها تتداخل بيناتها فالأسرة عاشت لسنوات خلينا نتكلم في فترة معينة تجهل حقيقة ما يحدث لطفلها هذا بعد توصلنا مع الأسرة طلبنا زيارة درسنا تاريخ الأسرة اكتشفنا أنه يوجد الأخ الأصغر بالنسبة للمصاب هذا بدأت الأعراض تظهر فيه نعم فإحنا عرضنا على الأسرة الكريمة أنه إحنا بدل ما ندرس الحالة لوحدها إحنا نبغى نسوي دراسة شاملة للأسرة وهو أحد الاتجاهات اللي يتم من خلالها تأكيد تشخيص المرض الوراثي الحمد لله يعني أخذنا عينات من الأسرة الكريمة وقررنا أنه نتم أن يعني الإجراء الفحص الوراثي التسلسل الجيني هذا يكون داخل المملكة وفق التوجهات الحكيمة بتوطين الفحصات الوراثية بالسعودية بعد ما أجرينا العملية بعد ما أجرينا الفحصات تبين لنا أن التشخيص الأولي الذي تم تشخيص الطفل فيه هذا لم يكن تشخيص صحيح والسبب تداخل الأعراض مع كثير من الأمراض العضالية تشخيص من قبلكم أو التشخيص آخر؟ التشخيص السريري لكن لم يتم إجراء فحص وراثي لتأكيد التشخيص لأن الفحص التقارير الفحصات الوراثية لأفراد الأسرة أثبتت وجود خلل في جين يسمى Col6A2 الجين هذا الخلل في الجينات هذه تسبب مشكلة أو بما يعرف باعتلال بثلم العضالي وجدنا أن الطفلين هذولي مصابين طفل حامل للمرض طفل سليم وقياسا على تاريخ الأسرة بأن الزواج هذا عبارة عن زواج أقارب تبين لنا أمر مثير للاهتمام أنه توريث المرض أو انتقال المرض اللي تم بالأسرة هذه يخالف الحالات اللي تم نشرها عالميا وهي قليلة جدا كيف شرح لي؟ بمعنى الأمراض الوراثية الجينية اللي تسبب خلل في الجينات هذه إما أنها تنتقل عن طريق ما يسمى الوراثة السائدة بمعنى نسخة واحدة من الجين كافية لظهور المرض عند الطفل أو أنها تستلزم وجود نسختين من الجين عند الطفل لظهور المرض طبعا الحالة اللي احنا اكتشفناها هذه تم انتقال المرض بين أفراد العائلة عن طريق الوراثة المتنحية المتير الاهتمام أخوي جمال أنه النمط هذا من التوريث هو النمط السائد عندنا في المملكة عربية السعودية اللي هو إيش؟ اللي هو الوراثة المتنحية اللي ينتج في الغالب عن زواج الأقارب لأنه كل ما زادت اللي هو القرابة ما بين الزوجين زادت نسبة توريث المرض بالنسبة للأطفال ايه بس قلت قبل شوي وراثة سائدة ايه نعم قلت الحين وراثة متنحية نعم وش الفرق بينها؟ جميل جدا سؤال جميل جدا عشان نفهم الفرق ما بين الوراثة السائدة والوراثة المتنحية لابد نعرف طريقة يعني عمل أجسامنا اللي صنعها الله سبحانه وتعالى احنا في كل صفة موجودة عندنا احنا عبارة عن وان صح الوصف احنا عبارة عن أكواد يعني كل عمليات اللي تحدث في الجسم عبارة عن أكواد الصفات اللي موجودة عندنا الطول العرض اللون البشرة اللون العين الى آخر القابلية للأمراض كل صفة أثناء تخلق الجنين يتم إرسال نسخة من الأب ونسخة من الأم يعني كل شخص فينا في جزء من الأب و جزء من أم و وراثيا نتكلم جيد فبالتالي لما نذكر أن المرض هذا ينتقل عن طريق الوراثة السائدة فبالتالي إذا أحد الوالدين عنده مرض في خلل في الوراثة السائدة يكفي أن وجود نسخة وحدة من الجين عند الطفل لظهور المرض ممتاز بالوراثة المتنحية يستلزم وجود النسختين فبالتالي في كل حمل في كل حمل يكون عندنا احتمالية يصير فيه جينين من الأم و والأب فإذا الأم أرسلت النسخة اللي نتكلم النسخة اللي فيها خلل والأب أعطى النسخة اللي فيها خلل الطفل هذا رح يظهر عنده المرض لكن إذا الأم أرسلت النسخة السليمة والأب أرسل النسخة السليمة الطفل سليم لو واحد من الطرفين أرسل سليم والثاني أرسل مصاب فأنا سيكون حامل النمط هذا من الوراثة المثير بالنسبة لنا أن النمط هذا من الوراثة هو النمط السائد عندنا في مملكة العربية والسعودية المرض هذا إذا سمحت لي أخوي جمال المرض هذا يعتبر من الأمراض الوراثية النادر والنادرة جدا يعني من عام 1996 لحد الوقت هذا عدد الحالات المنشورة فيه قليلة يعني معظم الحالات المنشورة فيها هذه انتقلت عن طريق الوراثة السائدة التي تم شرحها فلا كأن تتخيل أن أسرة كاملة تعاني من التاريخ نحن نعتبر أنه الإنجاز وكانوا يعرفون الأسرة الأسرة قضوا سنوات معينة كانوا يجهلون حقيقة المرض ولهالسبب نحن بالنسبة لنا أمانة أن الإنجاز لا يوجد نشر الحالة بحد ذاتها نحن بالنسبة لنا الإنجاز أنه يعني وفقنا بأننا نعطي الأسرة نحل اللغز اللي يعايش مع الأسرة سنوات حاولوا يعالجون حاولوا نعم وش كان ينقال لهم طبعا الإشكالية طبعا حاولوا يعالجون ومثل الحالات هذه يصعب أصلا تشخيصها لأنه حتى الاعتلال هذا متداخل مع يعني إذا ما نتكلم عن الأمراض اللي هو الحثل العضل أنت تتكلم عن أكثر من ثلاثين مرض متداخل أبناتها بشكل الثلاثين مرض كلها مسببها وراثي؟ نعم إحنا بس كم مرض وراثي اليوم ينتج عن لأنك أنت كتير جيت على موضوع الوراثة وزواج الأقارب فأوقف عندك هنا لأن هذه نقطة مهمة صحيح كم مرض في الغالب ينتج اليوم نتيجة الوراثة؟ عن أي أنواع أمراضة نحن نتكلم نتكلم عن أمراض مزمنة نتكلم عن اعتلالات كما تفضل الدكتور ونتكلم عن أمراض ممكن ما ظهرت وتظهر مستقبلاً من خلال الوراثة سواء السيد وحتى المتنحية زي ما قلت أشكرك على هذا السؤال سؤال رائع جداً أخوي جمال طبعاً حالياً المكتشف إذا ما نتكلم عن عدد الأمراض الوراثية فإحنا نتكلم عن أنواع بما فيها الأمراض كروموسومية وإن شاء الله ما نكون لخفطنا السادة المشاهدين يعني ممكن نفصل فيها الناتجة عن خلل في الجينات فإذا نتكلم عن أعداد الأمراض الوراثية الجينية دعنا نتكلم الناتجة عن الوراثة الناتجة عن خلل في الجينات التي تنتقل عبر الوراثة عبر الوراثة ويكون واحدة من سببها زواج الأقارب بالضبط نتكلم عن أكثر من قرابة 25 ألف جين تم اكتشافه لما أقول جين نتكلم عن قطعة في تركيبنا الوراثي تلعب دور رئيسي في عملياتنا الحيوية فبالتالي إحنا تم اكتشاف بقرابة 25 ألف من الخمسة وعشرين ألف يعني أنت لما ترجع من بداية تاريخ علم الجينات وعلم الوراثة لحتى الوقتنا الحاضر الجينات التي تم ربطها في أمراض وراثية لا تتجاوز 7000 8000 جين تقريباً فلاك أن تتخيل إحنا في هالمجال هذا ترى الذي نجهله أكثر من الذي نعرفه فالأمراض الوراثية هذه التي تم اكتشافها جزء كبير منها غير قبل للعلاج أو خلينا نتكلم لم يتم اكتشاف علاجه لحد لأننا نزلنا مؤمنين أنه ما نزل الله من دا لا نزل له دواء لكن إلى الآن لم يتم اكتشاف علاجها إذا سمحت لي أخوي أخوي جمال الإشكالية في الأمراض الجينية إحنا يعني مرتبطة بالعرق بمعنى إحنا لما ننظر إلى المبادرة الجينوم السعودي اللي يعتبر مشروع جبار من المشاريع الجبارة للمملكة العربية السعودية يعني القيادة الحكيمة استشعرت حق أهمية الأمر هذا ولهالسبب أطلق عام 2013 وتم تجهيرها من سمو الأمير محمد بن سلمان في 2018 لأن القيادة الحكيمة والمسؤولين عن الأمان الصحي بالنسبة للشعب السعودي والشعب العربي نتكلم تحديدنا الشعب السعودي يعني استشعروا أهمية أنه إحنا على أساس نعرف يعني الاستراتيجيات المهمة في رفع الجودة الحياة الصحية بالنسبة للمجتمع السعودي لابد إحنا نعرف تركيبنا الوراثي لأنه التركيب العربي يختلف عن الأوروبي يختلف عن الشرق آسي وي إلى آخر فإحنا الآن جالسين نسوي قاعدة بيانات السعودية جالسة تسوي قاعدة بيانات مشروع جبار نتمنى من الله سبحانه وتعالى أنه يتم ويكمل القاعدة بيانات هذه رح تفيدنا بالنقطة اللي أنا حبيت أني أنتقل لها اللي هي العلاجات الجينية لأنه أنت لما تتكلم عن مرض وراثي خلل في الجين على أساس يتم علاجه في الغالب لا بد أنك تصلح الجين نفسه ففي كثير من الأمراض ما يمكن أنك أنت تصمم لها علاج جيني إلا بعد ما تتعرف على الخلل بمعنى آخر إذا الأخوان المبرمجين نصح المثال إذا الأخوان المبرمجين لا يمكن أنه يتعرف على الثغرة إلا بالاطلاع على أكواد البرمجة فبالتالي يصلحها إحنا في علم الوراثة أو في الجنات ما يمكن أننا نتكلم عن العلاجات الجينية وعلاجات الجينية الخلوية إلا لما يكون لنا أكواد نعرف أنها تسببت في خلل يعني كود حامل خلينا نقول للمرض الوراثي نعم كود آخر يعالج هذا المرض لك وش الأمراض الوراثية أنا سألتك عن أمراض المزمن يعني وش الأمراض المزمن اليوم اللي هي نتاج الوراثة اليوم يعني على أقل تقدير بشكل عام وأرى أكواد أن أعطيك الوراثية جميل جدا لما نعطيك إياها لما نقول الأمراض الوراثية المنتشرة لا بد أن نسأل في أي مجتمع لأن هذا الأمر مجتمعنا خلينا في مجتمعنا نتكلم عن الأمراض الوراثية اللي منتشرة عندنا هي الأمراض الوراثية اللي لها اعتلالات في عمليات اللي هل سمونها عمليات الأيض مشكلة في عمليات الحرق بالزو إلى آخر عندنا مشكلة في الأمراض الوراثية اللي لها علاقة في السمع الأمراض الوراثية اللي لها علاقة في المسببة لمشاكل صحية في القلب والجهاز القلبي إلى آخر عندنا مشكلة في الأمراض الوراثية اللي لها علاقة في التخلف العقلي هذه تعتبر منتشرة عندنا الأمراض الكروموسومية وهذا برضو يعتبر وراثي إذا سمحت لي في ثواني ممكن أعطي طبعاً لما نتكلم عن الأمراض الوراثية تنقسم إلى قسمين حديثنا السابق كله كان عن الشفرات الجينية اللي هو الجينات لكن لما نتكلم عن الأمراض الكروموسومية سيد المشاهدين يعني لما نقول كروموسوم فنحن نتكلم على سبيل المثال عن مرض داون سندروم مرض داون سندروم هو في حقيقته ما هو مرض جيني هو مرض كروموسومي بمعنى كل شخص في جسمه الآن مادة الوراثية اللي موجودة في كل خلية تتكون من ما يسمى 46 كروموسوم يعني كل أكوادنا نصح الوصف موجودة في 46 كروموسوم اللي هي داخل الجين اللي هي يحتوي داخلنا يعني على أساس نقرب الصورة للسادة المشاهدين السبحة السبحة هذه عبارة عن كروموسوم الخرز هي عبارة عن الجينات فلانا على أساس نستوعب الصورة كل خلية في أجسامنا تحتوي على 46 سبحة كل سبحة فيها جين معين اللي هي الخرز الخرز كل خرزة إن صح الوصف لها لها وظيفة فلما نتكلم عن أمراض كروموسومية فنحن نتكلم عن السبحة ككل فهذه من الأمراض المنتشرة عندنا بشكل كبير جدا الأمراض المزمنة السكري الكلا الضغط نتكلم عن المنتشرة عندنا بالسعودية نقطة صراحة مرة مهمة لما قلت الأيض لأنه نحن عندنا تحدي اليوم في جانب السمنة صحيح فهل تقول لي اليوم دكتور أنه في ناس اللي مهما لعب وراح النادي ومهما سوى ومهما صام متقطع ومهما سوى دايت ما ينزل هذا قد يكون بسبب وراثي والله شوفوا أخوي جمال يعني السؤال جميل جدا لكن إجابته فيها تحدي لسبب بسيط جدا ما نقدر نعطي إجابة عامة الأكيد وهذه قاعدة ثابتة دائما نمشي عليها في هذا المجال هذا سواء إذا تكلمنا عن شخص سليم أو شخص مصاب كل ما يحدث في أجسامنا له علاقة في الوراثة فإذا أنت مثل ما تفضلت بأنه شخص حتى الأمراض المزمنة حتى الأمراض المزمنة على سبيل المثال لما نتكلم أنت أشارت إلى السكري وأشرت إلى الضغط إلى آخرها هذا في حقيقتها ترى تعتبر في تصنيفها تعتبر في أمراض ذات علاقة أو ذات عوامل متعددة بمعنى يعني هي أمراض لها خلفية جينية لكن ما تظهر عند الشخص إلا بنمط الحياة على سبيل المثال في مرض السكري أو خلينا نتكلف نعم في مرض السكري تم دراسة الأشخاص اللي أصيبهم مرض السكري تحديدا نوع الثاني من السكري وجدوا أنه في الغالب في 200 إلى 220 250 إن أصعباتنا الذاكرة جين صار فيها خلل فإحنا لما نيجي نقول هل السكر وراثي قطعا مية بالمية ما نقدر نقول إيه أو لا لكن نعطيه وصف بأنه ذو خلفية وراثية تتأثر بالعامل المحيط بمعنى شخص عنده خلل في الجين لكن ما أرس حياة سليمة أو خلينا نضربها مثال في السرطان لأنه يسهل وصفه سرطان الثادي اللي مثلا الوعي في سرطان الثادي قبل فترة سرطان الثادي وجد أنه في بعض الجينات فيها خلل الأشخاص اللي عندهم مشكلة خلل في التركيب الجيني ما يعني أنه راح يتكون عندهم السرطان في عوامل أخرى إن توفرت ظهر المرأة المشكلة أنه أنا اليوم غض النظر عن نمط الحياة لكن ممكن خلينا نقول نغير واقع صحتي أغير حياتي إذا اتبعت مثلا نماط صحية حتى لو كنت حامل وراثيا نعم في كثير من الأمراض وجود الخلل الوراثي ولهالسبب إحنا دائما نتكلم على سبيل المثال الأسرة اللي إحنا اكتجبنا بها إذا كان الشخص حامل للخلل الوراثي بإمكانه أنه يحتاط يعني لما يمارس نمط حياة سليم على سبيل المثال أو لما يكون عارف أنه حامل لطفرة وراثية للجين المسبب للأنيميا المنجلية أو لسرطان الثدي أو إلى آخر يكون مثلا يتفادى الأماكن اللي فيها تلوث يكون على فحص مبكر فالممارسات هذه قد تحمي بعد الله سبحانه وتعالى من أن الشخص يتحول من حامل إلى مصار نعم أخيرا تكلمت عن اعتلال بثلم والاكتشاف اللي اكتشفته في الدراسة نعم قلت لي أنه هذا المرض غير قابل للعلاج نعم لكن بما أننا نتكلم عن زواج أقارب هل فيه من نصايح اليوم كنت توجهها يعني كشخص مختص في الوراثة الطبية نعم والنصايح هذه أنا أحب أن يدخلها من زاوية ما يسمى بالاستشارة الوراثية لأن الاستشارة الوراثية تحديدا مثل الحالات هذه وزواج الأقارب ضروري جدا أن الأسرة تتعرف على وضعها الصحي إذا كانت الأسرة عندها تاريخ في مرض وراثي ضروري جدا أنها تتعرف عن مسبباته ألية انتقاله على أساس أنها تتفادى انتقاله للأجيال المستقبلية مثلا زواج الأقارب دائما نذكر زواج الأقارب من أهم العوامل المسببة يمكن الأخوان المشاهدين يتساءل طيب ما السبب بالضبط كل ما زادت الصلة القرابة بين الزوجين زادت احتمالية مشاركة الجينات المسببة للخلل فبالتالي ننصح التعرف على الخلل الوراثي إذا الأسرة عندها خلل وراثي معروف استشارة الوراثية قد تنقلهم من أنه حمل عادي طبيعي لأنه ما يسمى بفحص الأجيال قبل الغرس هذه أحد الخيارات الموجودة عند الأسرة التي تعاني من انتشار الأمراض الوراثية السؤال عن العلاجات الوراثية يعني كثير من الأسرة عندها مشاكل في الوراثية لكن في الحقيقة تجهل آلية طلب المساعد فبالتالي الاستشارة الأطباء المختصين الباحثين العلماء في هذا المجال هذا تفعيل دور المستشار الوراثي فيما يخص موجود والله الاستشارة الوراثية طبعا هو مفهوم أنا ما راح أقول جديد على الساحة هو موجود من زمان لكن الآن يعني عندنا في السعودية تم إدخاله بشكل القريب يعني الماضي القريب طبعا يعاني المجال الاستشارة الوراثية من ندرة المختصين فيه ومن وعي الممارس الصحي قبل المجتمع بأهمية المستشارة الوراثية لأنه هو حلقة الوصل هو اللي يطمن يشرح يبين يحمي بعد الله سبحانه وتعالى يساعد الطبيب على التشخيص إلى آخرة أنا أشكرك جزيلا شكرا جزيلا لك دكتور هيثم الضاري السابي مساعد واخصائي أول الوراثة الطبية بجامعة القصيم متحدثا عن أحد الاكتشافات التي قام بالعمل عليها فريق الجامعة بعد الفاصل ترجمة نانسي قنقر